أهلين ومرحبتين بكم في الحلقة الخامسة من تاريخ جبل نفوسة الحلقة هذه مخصصينها للصيد الرعي والزراعة أنا جبت على الترتيب هذا لأن العلم أثبت أن الإنسان أول حاجة متهنها هو الصيد يعني كان يصطاد ويجمع في الأجمار من الأشجار المثبرة أي حاجة تجود به الطبيعة يعني بعلي في الطبيعة بدون يبدل أي جهد له في الزراعة ولا تربية الحيوان بدون شك الصيد وتجميع كان أول مهنة متهنوها والصيد استمر مع البشرية لعندي اليوم في مناطق مختلفة من العالم جبل نفوسة يعني ما كانش استثناء من هذه القاعدة في هلبة حاجات لقينهم تثبت بيبدون أي شك أن جدودنا سكنوا جبل منذ الأزل يعني بغض النظر بدو بهذا الموضوع متاع الصيد والآخره لكن الإنسان في الجبل كان يسكن منذ الأزل من العصر الإنسان القديم وهذا سنتكلموا عليه هلبة في حلقة أخرى لما نكملوا حلقات الجيولوجيا واللقى والأثبار والآخره ومش زي ما نسمع هو أنا من الديعات أنهم حصروا في جبل بعد الهروب من المستعمر وغيرها بل التابك بدون شك واللقى اللي لقوها في سهوب جادو ولا المغارات في يفرن ولا جهة كيكلو والآخره على فكرة هادو الزوز كيكلو ويفرن عفوا أنها جادو ويفرن تقارير كاملة في حوليات ليبيا القديمة وفيه صور حتى لأدوات الصيد وغيرها اللي لقوها يستخدموا فيها النفسين الأوائل وهذه حنجوها في وقتها طيب إذن الإنسان امتهن الصيد زي ما قلنا والنفسين على نفس الشاكلة طبعا طبيعة الجباب وهذا بنولولها في الحلقة الثانية من الجيولوج زي ما قلت كانت من أقدم العزور غابات كثيفة وشواهدها في الغابات المتحجرة في نالوت وغيرها هلبة حتى اليوم وكان فيه حتى ديناصورات وهذا كلها بنجوه في وقته ونلقو بقايا حيوانات مهمة زي مثلا الفيل والتمساح وغيرها بس هذا انقرد في زمن جدا بعيد اللي نعرفوه من خلال نصوص نقلها جدادنا غير هذا اللي بنتكلم عليه حنتكلم على الحيوانات المنقرضة في قديم الزمان ووضينا الصورات والأخير في حلقة منفاصلة اللي همنا هو حتى زمن قريب شن كان فيه من حيوانات واللي بعضها نلحقنا عليها أنفسنا ولي نلقو في نصوص عند جدودنا في العصور الإسلامية من خلال النصوص التاريخية اللي موجودة يعني لو نركز شوية على كتاب زي كتاب السير للشماخي ونستخرج منها بعض القصص المتعلقة بالحيوانات منها القصص هذه توجد راهو في الكتابات هذه مش مقصودة في حداتها زي قصتين عن الرفق بالحيوان مثلا قصة مصارعة الأسد صراحة أغلب هذه القصص المروع لها مروع المرور الكرام ونعتبره فيها قصص مواعدية وهذا السبب الرئيسي في كتابة هذه القصص أن هي تكون قصص مواعد من قبل الفقهاء والعلماء والمؤرخين والآخرين لكن أحيانا هكي تشوبك شايف وتقعد تفكر أنت يعني هل فعلا القصص هذه صارت هل فعلا كان فيه أسد نحن الجبل نعرفوه اليوم منطقة جافة منطقة ما فيهاش غعبات وحاجات وين بيعيش الأسد شو بيديره فتقعد حاير هيكي في راسك زي قصة حتى قصة الحواري مرقص عليه السلام في مضارب لواتة في الشرق الليبي والأسد على فكرة يعني الشعارة متاع الحواري مرقص المهم دي ما نقول في شبابي منين جهة ليبيا الأسد ونحكم بالعصر هذا أن أثر الأسد ما فيش أثر بكل في ليبيا أو ما فيش مكان لكن يتبين مما لاجك فيه وميخليش حتى مجال للشك أن هذه القصص بعضها حقيقية لو فيها مبالغات وفي شجاعة الناس هذه وكذا إلى آخره لكن قون هناك أسد وخرج للناس إلى آخره قصص حقيقية لأن العلماء يتكرموا حتى توقف قريب عن آخر أسد تم استياضه ومن خلاله تم القضاء نهائيا على الأسد البربري أو الأسد الأطلسي كما سمي دائما يعني في عصور متأخرة أسد في جبل نفسه ذكر عنه قصة في القرن التاسع الهجري وفي الغالب عاش في المنطقة بعد هذه المدة بفترة مهمة ويعني حوالي 400 سنة فاتت لكن نحن نعرف أن مثلا آخر أسد عاش في أفريقيا الشمالية وفي البرية طبعا هيك بدون يعني مش محبوس في حدق حوالي أو حتى حاجة صدقوا ولا تصدقوا سنة 1942 وهذا قتل في نواحي ورزازات تم استياده في المغرب الأقصى ويعتبر فصيل الأسد البربري نادر جدا حتى في حداقة حواليات في العالم فمن أهم الأسد هذا اللي يسمى الأسد البربري نحن نقوله الأسد أمازيغي أو إيزم فمن أهم الحداقة المعروفة به اليوم حديقة القاهرة وفيه في حديقة في ألمانيا في لايبرغ وهو أكبر حجما طبعا من الأسد المعروف في مسايمارا وغيرها في شرق إفريقيا ومعروف أيضا بعلامة مميزة له الفروة متاعها هذه الأسد تكون سودازيلة تشوفوا فيه في الصورة وشعره داكن 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 هلبة وهذا من المميزات متاعها وحاولوا فيه تجربة حقيقة ذكرتها الموسوعة المغربية أنه في إعادة استخدام الدين أي باش يخرج الأسد هذا منه وجديد المهم هذا كله باش نقوله أن الأسد كان موجود في البرية في جبل نفسه حتى عقود قريبة يعني في تونس آخر أسد تم تسجيل أخباره عفوا نقصد في الأوراس تم تسجيل أخباره مثلا 1893 وفي تونس كذلك 1891 في جهة برقة في عند رهام وهذه كلها جبال ممتدة بعضها ببعض من الأطلس حتى نفسه اللي هي زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت هي امتداد لجبال الأطلس به من الأخبار عن الحيوانات البرية نلقو كذلك الأحمر البري يعني احنا نتكاملنا مع الأسد وزي ما قلنا أثبت علميا أنه فعلا كان موجود في جبل نفسه والصور اللي يلقوه في الآتار وإلى آخره هذه تثبت أنه كان في السواحل الليبية وطبعا وكذلك زي ما قلنا بعدها مباشرة تكلمت عنه على الحمار اللي هو أغيول ولا أزيط الحمار هو نوعين في جبل وهذا يفسر التسمية المختلفة في الإسمين للحمار فهو الحمار طبعا الأشهب هذا اللي هو المدجن يا أيراد وهذا موجود حتى اليوم بشكل أنذر من قبل طبعا مع أن الجبل كلها مدينة لهذا الحيوان لأنه مستعمل في الزراعة في البناء في النقل وغيرها عبر التاريخ النوع الأشهب هذا يتسمى أغيول بالأمازيغية لماذا النوع هذا الأشهب يتسمى أغيول؟ لأنه في اللون الأمازيغية اللون الرمادي أو الأصهب هو أغيول أغيول هو لون يعني مش اسم الحمار نفسه ولكن غلب على اسم الحمار أغيول هو الأصهب ولكن فيه نوع تاني وهو الأسود ولا يكاد يميز الناس بينه وبين الحمار الأصهب إلا باللون وهذا حقيقة تم الأصهب هذا تم حقيقة تدجينه في مرحلة لاحقة الحمار الأسود هذا زيط أو أزيد واللي هو نعرف قصة أبو زياد أبو زياد صاحب الحمار اللي هو أبو زياد نقوله بالأمازيغية صاحب الحمار قصة ذكرتها حتى هي في الحلقة المالية وهذا النوع في الغانب كذلك مدجن كذلك ونيه شخصيا الحقيقة اللي حقت على الحمار البري في الجفارة يعني كان فيه حمير برية يغيال في الشنسماء في البرة في الجفارة وغيرها إلى وقت قريب وزي ما قلت نين نفسي اللي حقت عليها لما كنا نطلع للجفارة أو للمناطق هذه أزغى حتى وقت قريب وحقيقة ما عنديش أي تقرير علمي أو أي شيء عن وجود الحمير البرية في الجفارة أو الجبل أو الظهر لكن لابد أنها مازالت موجودة أخبرني أحدهم منها شاف واحد ثلاثة مع بعضهم في مدة مش بعيدة هلبة على فكرة كذلك أتذكرت عني صغير في يفرن في صف الأول وتاني ابتدائي كان عندنا حمارة مقصوصة ودنها تطلقها حنايا الله رحمها وقت العصرية وتحط عليها بادينة متاع مية متاعة الحديد هدوك الزينغو وتلقاها قدامها في بايسي كانت حمارة ذكية جدا وخدومة الغريب عندنا التقافة دخيلة جدا على التقافة الأمازيغية وهي تقافة البدو في تحقير الحمار بينما الحمار في تقافتنا من المفضل يحضر باحترام كبير وشديد جدا من قبل جدودنا وهذا يعني نجد منطقة القبائل مدارين تمتالي الحمار نجد في المغرب يديره احتفالية سنوية للحمار وهذا دليل على تجدر هذه القصة في التقافة الأمازيغية وهذا ما نجده في قصص الرفق بالحيوان عند الشماخي زي قصص ركوب الحمير والبغار والآخر كلها ذكرها الشماخي في السيارة وعليه ذكر الشماخي نجد قصص غريبة جدا ومتكرى على قل مرتين قصة استياد الدجاج يعني هيك يقول وكانوا يستضونها الدجاج فالغريبة في الأمر هل يقصد بالدجاج هنا تسكورت اللي هي الحجل اللي يشبه الدجاج في حجمه وسماه الدجاج تجاوزا لأنه ما يعرفش اسمه بالعربي أم الأمر فعلا يتعلق بدجاج بري غير مدجن في كتاب ليبيان مامولز ما فيش أي ذكر لدجاج بري في جبل نفسه لا من قريب ولا من بعيد فهل يتكلم عليه حاجة موجودة ما نعرفهاش احنا أو يتكلم عليه تسكورت اللي هي محبوبة عند أهل الجبل ويصطادوا فيها وانا يملاحق على جد الله رحمة كان يصطاد فيهم وعلى فكرة حتى التسكورت تم تجينها وانا نفسي شفتها في المغرب في السوق البلدي في مدينة أكادير تسكورت مدجنة وتباع للناس في السوق وهذا الطير على فكرة يستحق بدون منزع أن يكون شعار شمالي أفريقي بامتياز فقط لأنه موجود في كل أفريقيا الشمالية وعلى فكرة لأننا ذكرت المدجن سنقوم بحلقة كاملة عن الحيوانات المدجنة بعد الحلقة هادي سنتكلم هنا عن البرية بس يعني عن الصيد والآخرية وشين كانوا يستادوا جدودنا نلقو كذلك ذكر متكرر للنعام أسيل في الجبل وهذا يعني يتناقل هالأجل بل حتى في القصص والحكايات الشعبية نلقو أسيل من ضمن هذه القصص والحكايات الشعبية اللي هو النعام يعني النعام كان كاتر في جبل وبالأخص يجي من جهة ظاهر الجبل من ضمن الأشياء اللي لحكت عليها جدي وعمي سليمان الله يرحمهم سليمان مادي يستادوا في آرو أو صيد الليل وعند وقت قريب كان موجود بكثرة في الجبل وياكلوا فيه الناس ويتسمى آرو طبعا بالأمازيغية لأنه يصدر صوت زي بوكاء الأطفال لما يحاولوا الإجهاد عليه ودبحه وإيروب الأمازيغية يعني يدمع يصيح أو كذا فمن البكاعة البكاعة اللي يصدر فيها الأطفال وكذلك من الحيوانات التي تصطادوا بسهولة حتى وقت قريب والناس تحب طعمها هي الضب اللي هو أوبزر بالأمازيغية اللورن وهذا يكون بكثرة في السهوب زي جفارة والظاهر وغيرها ومن الحيوانات البرية اللي يحبوا يصطادوها الناس وهي كذلك كانت متوفرة بكثرة في الجبل طيار زست الأرنب البري للأسف قضي عليها بعد انتشار البندقية هي والودان أو داد أو ودان بالأمازيغية حتى الودان رهي كلمة مازيغية أو ودان وبالعربي اسمها أروى أو الوعل يحكي الوالد الله الرحمه من مشاهدته بكثرة في الخشة في الجبل والتي تم لحقتها حتى تكاد تختفي في ظاهر الجبل وانتقلت جنوبا هي والغزال إزرزر مع حيوان البجء أو القتل البري اللي يتسمى عندنا بأقرعي أحكالي عم الفقهة محمد الله يرحمه قصته في طفولته مع القرعي اللي يلقاه في أحد الحقول في القرية اللي إحنين منها في مدينة تيفرن في جبل نفوسا في تيقسي بنيندمادي ويعني هذا الكلام ماليشي حتى 50 سنة فاتوا يعني القتل البري أقرعي كان موجود في الجبل المهم وناس صغير كذلك يعني قزيني بنديل الحلقة هكي على السريع باش ما نطولش عليكم وناس صغير في الجبل طبعا كنا في الليل ديما نسمع في هرولة الديب أوشن وشفت بنفسي في عدة مناسبات في طفولتي وفي سنة 2011 مثلا بعد تحرير مدينة تيفرن كانت المدينة خالية كلها على فكرة توه بسبب الحجر الصحي اللي عايشين هنا مثلا في كندا الحيوانات الدببة إلى آخره تخرج في الشوارع وكلكم اسمعوا مغربما بعض هذه القصص لماذا؟ لأن الناس في حياتها مسكروا على روحها وحركة السيارات قليلة وكذا في الحيوانات تجد فرصتها وتنتقل المدينة هذا اللي صار في حرف تحرير مدينة تيفرن الحيوانات بدت تظهر نتذكر في 2011 لما تحرر في مدينة تيفرن زرتها بعد اسبوع مباشرة من التحرير كانت المدينة خالية من السكان إلا من الشباب المدافعين عنها وكنت نضط من الفجور يعني عربما حوالي حوال صلاة الفجر أمشيت ونزلت للخشة وقمست علي حافة الخشة كنت تأمل والآخر هي وشفت بعيني إيرغ اللي هو ثعلب من أجمل ما طلاها العين الحق يعني فعلا الاسم إيرغ يناسب فيه لنا فيها ذاك اللون الدهبي وليعك اسمعه شرق الشمس شي شميل جدا جدا طبعا من عشر سنوات فاتوا بس يعني الحيوان يزيد ويزيد في الندرة وفيه طبعا الضبع إيفيس اللي قاعد نادر وشاهد طبعا صور في الانترنت ربما بعضكم شاهدها في مدينة يفرن شباب مسكوا يعني اصطادوا أو قتلوا هذا الحيوان بسبب أنه يأكل في الماشية في أحد قرى مدينة يفرن ويتسمى نوع آخر من هذا الحيوان بتاع إيفيس يتسمى كذلك أريدال وهذا موجود طبعا في شهر الجفارة ولونه يختلف شوية على إيفيس بتاع الجبل وعندنا كذلك الأحصان اللي يتسمى حسب نوعه أقمر أجادور أيس وهذا كان كله بري لعند وقت قريب طبعا فيه المدجن بس البري كان حتى هو موجود وهذا بنوروه بعدين لما نتكلموا عليه الحيوانات الداجلة والكلب البري كذلك من الحيوانات الموجودة بكثرة في الجبل أسلوغي وأيدي وأغرزل والآخره وكذلك عندنا لحمام البري أدبير وتمالة اللي هو الزاجل منها والبومة توقت والباز أبرني والصقر أصيوان والغراب أجرفي وهذا كله شفناه يعني لحقنا عليها نيه شخصيا اللحقت عليه يعني فيه جبل معدد لبأس به من الطيور البرية اللي كلها كانت تصطاد من قبل جدودنا من ضمن الأدوات الصيد على فكرة اللي اتكرها الشماخي في السيارة متاعها أهل دي هذا والمهم يعني يتكلم على الصيد الصيد بالحيجارة والآخره لبعض هذه الحيوانات وجدودنا طبعا دجنوا بعضها وهذا بنجو في وقتها وغيرها بس مش حنقدروا نحصوهم يعني الحيوانات هذي كلها والطيور هذي البرية كلها الغريب إن أكترهم مذكور بصورة أو بأخرى في كتاب السيارة للشماخي واني زي ما قلت لكم ديما ندور في كتب السيار ومش غير الشماخي على فكرة رأي كتب كثيرة يتكلموا على هذه الحشيان وهي نلقو حتى منقوشات مثلا في اللباس والتمنكاش مثلا الفكرونة من ضمن الحيوانات اللي نلقوها في تمنكاش اللي هي النقوشة اللي موجودة عليه تلابع وهذا حيوان نفسي بري كذلك بامتياز يكاد يكون مقرض هو مع القنفود اللي هو إنسي اللي الزوز كان عندهم عندي منهم أنا شخصيا عندي منهم الزوز واني صغير في الجبل طبعا كذلك كان فيه هجرانة أجرو أو الأجرو وهذا نلقو حول نبيع متاع المية وغيرها بل حتى في أسماك بعض المناطق في الجبل مثلا زي كيكلا وإلى آخره وهذه من القصص المتداولة وفيه كذلك الشفشة باش ما ننساش اللي تسمى في العربية الضربان ومنها نلقو القندي فار أغندي اللي هو فار الصحاري بالعربية ومن الحيوانات اللي ذكرتها بكري وتكتر في الجبل ربما موجودة حتى اليوم الغزال بأنواعها اللي هو أزرزر النوع المشهور يعني توجد في القصص الشفاهية حيوان الآن منعدم نهائيا في الجبل اللي هو الأدكس اسمه العلمي اللي تسمى بالأمزغية أملال أو يسمى في العربية المهة أو شيء من هذا القبيل النوع من الغزلان الرقرون الطوال إششاو النزل الغرارن وهذا تلقوه في جهة الحمارة الحمارة حتى الآن وأنا شفت له صور مؤخرا من جمعية الحفاظ على البيئة والحيوانات في ليبيا نتمنى أن يكون لها فرع في جبل نفسه لو كان سامحون هنا ربما ما نعرف يعني ولنفتخر أن ابن عمي إبراهيم مادي من الناس اللي يهتموا بالطيور ويسجل فيهم ويجامع يعني من ضمن الجمعية جميع الإحصاء الحيوانات البرية والآخره ويشتغل هلبة مع بعتات أجنبية عن موضوع الطيور وإحصائها في جبع نفسها وعاوني هلبة في سرد هذه الطيور من قبل لعندها هنا نوقف باش ما نطول عليكم باش نتكلم المرة جاية عن الحيوانات المدجنة إيرادن و إيرادن وبالمناسبة أحكونا شن عندكم من قصص ومشاهدات على الحياة البرية في جبل وشن هي مشاهداتكم حتى السنوات الأخيرة ديروا التعليق متاعكم عن الحيوانات اللي شفتوها في المنطقة متاعكم ولو فيها أي قصص تبقوا تشاركوا بها في الحلقات الجاية ديروها وعلقوا عليها وكتبوها تنميرتنون ما تنسوش تسجلوا في القناة متاع اليوتيوب هادي تضغطوا على الجرس وكذلك تحطوا التعليق باش تصلكم حلقة بحلقة إن شاء الله تحياتي لكم وللحلقة